الإمارات تجند عمل استخبارات أمريكيين والهدف التجسس على حكومات ومعارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي وخارج فيما وصف بالفضيحة الجديدة للإمارات يقول تحقيق نشرته وكالة رويترز أنها قامت بتجند فريق من نحو 12 عميلاً سابقاً في الاستخبارات الأمريكية لاختراق أجهزة آيفون الخصوم بالاستعانة بأداة تجسس متطورة تسمى كارما وهو سلاح إلكتروني تقول الوكالة إنه ذو فعالية فائقة وبحسب ضباط سابقين فإنها أداة قادرة على إتاحة الدخول عن بعد إلى أجهزة الهدف بمجرد تحميل أرقام الهواتف أو حسابات بريد إلكتروني على نظام استهداف آلي ما يجعلها أداة فائقة القدرة بشكل غير عادي أي أنها على عكس باقي الثغرات لا تحتاج إلى أن يضغط الهدف على رابط يتم إرساله إليه ولا يتطلب أمر بدء الاختراق بواسطة الكارما سوى توجيه رسالة نصية إلى الهدف أداة الكارما أو وحدة التجسس الإلكتروني المسمات بمشروع ريفون ومنذ العام 2016 راقبت بحسب التحقيق المئات منهم أمير قطر والنائب السابق لرئيس الوزراء في تركيا والمسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان وكذا توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام وحتى اللحظة لم يتضح ما هي البيانات التي جرى الاستيلاء عليها من أجهزتهم توكل كرمان التي دعت إلى سرعة التحقيق في جريمة التجسس هذا عبرت عن صدمتها من تورط شركات أمريكية مملوكة لمسؤولين سابقين في الأمن القومي الأمريكي مضيفة أنه من المتوقع أن يدعم الأمريكيون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان لا أن يكونوا أداة في أيدي الأنظمة المستبدة